اشتركوا في القناة وثاني فساد اليوم وثالثا من وجود الامساك ورابعا وجود قضاء وخامسا من وجود الكفارة والكفارة تفق رقبه فإلا نجل فسيان شهرين المتتابعين وإلا نسة طعفة يطعام ستين مسكينة حتى وإلا الميزة لأن الجماعة يوجد الغسل وإلا الميزة ويفسد الصونة إلا الميزة ويفسد الحج وإلا الميزة إذا كان قد اتحلوا أما إذا كان الإسرام الذي جامع زوجته نهر رمضان لا يجب عليه الصون مثل أن يكون مسافرا هو زوجته وفي أثناء النهار جامعها وهو مصائمان فهذا ليس علينا إثم وإنما يفتران ذلك الليل ويأكلان وإشهدان ويقيان يوما بجره لأن المسافر لازم هو الصونة هذا شيء يجب عليه الصونة ولكنه يظن أن الكفارة ويعني ترتب الأمور هذه حلوه ذات قد لكنه يعرف أنه حرام لا لا أعلم لا يعرف أنه جميع حرام ولكن يظن أنه ترتب الكفارة على الإنزال يظن أن ترتب هذه الأمور الحرمة والإثم والإكتار كل هذا ترتب على الإنزال لكن لا أعلم أنه جميع حرام الجميع بينزال بدون ينزال لا لا يعلم لا يعلم هذا لا يظن أنه ليس في شيء إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء يعلم طيب ونرقا له ربنا لا تأخين من السياء وأخطان ولا قضاء ذلك اليوم ولا قضاء ذلك اليوم شكرا